أنا في كندا وأعمل بالتجارة مع حكم التأمين التجاري ضد السرقة أو التلف خاصة فيما يتعلق بالبضائع التي تنقل عبر البحر أو البر والشرطة هنا لا تكترث لإرجاع المسلوقات وتقول اذهب واشتكي إلى التأمين الجواب عن هذا يا أبنية الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد والمنع لأنها تجتمل على غرر فاحش والنهي عن الغرر أصلا عظيما من أصول العقود في الشريعة لا يعرف كل طرف سلفا ما الذي يأخذه وما الذي يدفعه وما الذي يبزله لكن استثنيا في عدة بواضع عندما تنزم به القوانين لا يبيني تمسها عشان تلك السيارة وليس أتركبها إلا عندك تأمين ألزم به القوانين رخصة إن كان تابعا لعقد آخر اشتريت موبايل وأخذت ورانتي من الشركة أن ينحصل له حاجة فإن المدة معينة يصلحه لك جائز لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا عندما تشتد الحاجة إليه عندما تكون الحاجة أن تقول تأمين البضاعة تنقل عبر البحر إذا كانت نسبة التعرض للمخاطر عالية والخصائر المتوقعة فادحة أوباما تستنزف الماضي والحاضر والمستقبل فيه رخصة ووجه هذا قلون التأمين نهي عنه للغرر والغرر تجيزه الحاجة لكن الربا لا تجيزه إلا الضرورة تحريم الغرر أقل من تحريم الربا هذا جاءت الشريعة بإباحة بعض صور الغرر اليسير الذي تدعو إليه الحاجة أضرب للمساء مطاعم أبن فيه فيه غرر طبعا واحد رياضي ما شاء الله يخش يشيل نص الموجول على الماينة واحد ضايت أو دابل أو جدا بيأخذ يعني عينة ويتم يدفعه يدفعه سعر واحد موحد يعني أقصد هذا مما يعفى عنه وله نظيف في تاريخنا السقائين الناس يشربوا من ماء زمزم زمان فيه سقائين بيزم ناس تبدله درهم مثلا وتشمل واحد يشرب له صاطل كامل واحد يشرب له صغيرة والتمن واحد هذا غرر يسير تدعو الحاجة لي فتغافرت فيه الشريعة وقالوا من أمثلته بيع الدار مع عدم معرفة عمق أساسي لما بتشتري بيض بتجيب ناس يبحثوا في الأرض عشان يتأكدوا هو الأساس دي عمقه دي في الأرض نص متر ولا رمع متر ولا حاج مؤدي ولا أصابه بيتمشي بيع ما مأكله في جو بتد بتشتري بيض والبيضة مغلقة صح وقد تكون فزدة وقد تكون صحيحة لكن مش مطلوب نحن كل ودع نكسرها ونتأكد الناس سليمة وبحثوا بعد أن نشتريها لا تقوم صالح الناس بهذا فالغرر اليسير يرخص فيه فمن أجل هذا قالوا إن تحريم الغرر أقل من تحريم الربا أدنى منه فرخص في الغرر الحاجة ولم يرخص في الربا إلا عند الضرورات ولهذا لإقتراض بالربا يترخص فيه عند الضرورة وكل مسبم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته ويستعين المفت المحل المخالط له في تقدير ضرورته أما الإقراض بالربا لا ترخصه إلا ضرورة ولا حاجة بارك الله فيكم